صباح الخير اليوم الخميس 24 أب أغسطس 2023 كيف رح تكون أبراجنا بهذا النهار على زمة الفلك والأمر اليوم بينتقل لبرج القوس الناري يلي بيعطي أجواء من المرح يمكن أو الإيجابية أكتر بس اليوم كمان كوكب عطارد بيبلش يتراجع وهذا التراجع صارنا نعرف نحن كل سنة بيتراجع ثلاث مرات بالسنة كل ما بيتراجع كوكب عطارد بيأثر على العلاقات الإنسانية على التواصل الاجتماعي على وسائل النقل على وسائل التواصل مش عن هيك لازم نبلش نهتم بهي النواحي من حياتنا ابتداء من اليوم ولا منتصف الشهر القادم كيف رح يكون برج الحمل لليوم تنتقل اهتماماتك من الترفيه والتسلية لمعالجة الشؤون المهنية والجدية فتراجع كوكب عطارد ببرج العذراء اللي هي منزلتك السادسة بيقول أنه في بعض الأخطاء المهنية وبعض التعديلات المالية يلي لازم تنتبه لليوم برج الثور هادل النهار جيد بالعموم لإلك رح يكون فيه فرصة لحتى ترد اعتبار لنفسك يمكن إذا تعرضت لمواقف محرجة أو يمكن بعض المواقف الغير محببة باليومين الماضين بتكون علاقتك مع الناس والأصدقاء جيد اليوم وبتبعد عنك الشكوك والمشاعر السلبية برج الجوزاء اليوم عم تكون المواضيع العائلية كتير مهمة بالنسبة لإلك وعم تزيد من اهتمامك وتركيزك بهذا المجال وكمان حتى مواضيع العمل والمهنة عم تتشابك شوي وعم تسبب لك بعض الضغوطات ممكن تفكر اليوم بإجراء تغيير أو تعديل بسيط للبيت أو لبعض التفاصيل بحياتك الشخصية برج السرطان اليوم جيد لإلك على السعيد الاجتماعي يمكن تلاقي وقت لحتى تشوف الناس اللي بتحبه أو أصدقائك يمكن أو بعض الأشخاص المميزين بحياتك رح تلاقي حالك اليوم أكتر تركيزاً وإدراء على الإمساك بزمام الأمور برج الأسد المزيد من الهدوء مطلوب منك خلال هاي الفترة ممكن تتعرض بعض المشاريع لكتير من التأجيل يمكن أو ببعض الحالات الإلغاء وهذا الشي اللي أنت مانك حابه ويمكن مانك مخطط له وبالتالي بيخليك سريع الغضب أو يمكن سريع الانفعال بهذا الوقت عموماً الأمر ببرج القوس بيحملك بعض الإيجابيات ويمكن بعض التعويض برج العذراء عم تكون اليوم بواجهة الأحداث وعم تتلقى بعض الانتقادات أو يمكن عم يكون الضوء مسلط عليك وعلى تصرفاتك عطارد الموجود عندك ويلي بلش يتراجع اليوم بيزيد من نسبة الأخطاء ومن احتمالية كمان وقوعك بخطأ النسيان يمكن بينتظرك البعض لحتى يوجه لك اللوم عند أصغر خطأ برج الميزان ممكن تزعجك بعض الأخبار أو بعض المعلومات اللي بتسمعها وبيكون معظم هاي المعلومات ما نو كتير صحيح بس هاي الحالة بتنجح بيجعلك الآن يمكن أو متردد ريح حالك شوي وحاول أنك تتجنب الأعمال الصعبة والمهمات اللي بدها جهود كبيرة برج العقرب تدريجياً بتخف حدة الضغوط المهنية وبيبعد عنك الأشخاص يلي كان عندهم طاقة سلبية فرضوها عليك رح تعرف يوم جيد لإلك تتاح لإلك من خلاله العديد من الفرص المالية والمهنية برج القوس رح ترجع اليوم تحاول بالكتير من المبادرات والأعمال اللي فشلت فيها سابقاً بس اليوم تستفيد من حظ جيد نوعاً ما بما أنه الأمر موجود عندك ومن دعم فلكي كمان من بعض الكواكب فبتحقق المزيد من المكاسب والنقاط الإيجابية لصالحك برج الجدي بتهدى موجة الانفعالات والمشاعر المتقلبة وبتعرف يوم ميال أكتر للسبات والاستقرار هلأ أنت اليوم عم تكشف بعض الأشخاص يلي كذبوا عليك بالفترة الماضية أو تحايلوا عليك بالفترة الماضية عاطفياً الحبيب عم بيلومك على تقصير أو أهمال منك برج الدلو ما حدا رح يعترض اليوم على طريقة قيامك بأعمالك أو إدارتك لشؤون الحياة على العكس رح تلاقي اليوم دعم وتحالف معك ما شفته صار لك زمان كتير الأمر الموجود ببرج القوس عم يدعمك اليوم وخاصة على الصعيد الاجتماعي وأيضاً على الصعيد العاطفي برج الحوت هذا النهار ممكن يكون فيه أحداث كتير تطورات كتير وعم يتغير فيه لكتير من الأمور بحياتك هلأ الشغل عم يكون ضاغط أو أنت مشغول بمهمة أو قصة بدك ياها تنجح على الرغم من أنه فيه كتير من العوائق والتحديات من جهة تانية عم تزداد اللقاءات الاجتماعية بس عاطفياً ممكن تصطدم ببعض الاعتراضات أو بفاجأك الشريك برأي جديد ومختلف أولود اليوم عنده دقة الملاحظة هو حدا سريع الانتباه لكل التفاصيل والأحداث اللي بتصير من حوله كمان هو حدا عنده الإدراء على التعلم السريع واكتساب الخبرات الجديدة